في لقاء خاص أجرته نورسات الأردن رحبت سفيرة لبنان لدى المملكة تريسي شمعون بإعادة فتح معبر نصيب الحدود بين سوريا والأردن وقالت إن فتح الحدود هو إنجاز هام بحد ذاته ويصب لمصلحة لبنان كما الأردن نظن إنه هذي بداية مرحلة تطبيع بالعلاقات الإدارية ما رح أحكي سياسية بس العلاقات الشعبية والسياسية والاقتصادية بين هالبلاد الثلاثة لبنان وسوريا والأردن ونحن بحاجة اليوم إنه نرجع نفتح كل هالفرص يلي تسكرت على عدة سنين وكمان دفعنا تمنى بالوضع الاقتصادي يلي عم نعاني منه اليوم يعني غلية العيش والأسعار تلعيت وكل هالإشي اللي اليوم عم نعيشها بصعوبة بسبب هالحصار الجيوغرافي رح تتسهل كتير وأكدت شمعون أن لبنان عانى الكثير جراء إقفال معبر نصيب وأن المزارعين اللبنانيين تكبدوا خسائر كبيرة جراء هذا الإقفال مبينة أن هذا الحصار أضرب اقتصاد البلدين في ظل الأوضاع الصعبة في المنطقة فراحة الحصار الجيوغرافي سبب علينا ضغط كتير اقتصادي ضغط كبير اقتصادي بالأخص للمزارعين اللبنانيين يلي هن بيتكلوا كتير على طريق البر ليوصلوا البضاعة اللبنانية بوقت سريع للأردن وللخليج لأن المعبر هو مفتاح أو باب للخليج والشرق وحول السياحة وأثر هذا القرار على تنشيطها بين البلدين ركزت السفيرة شمعون على ضرورة تنشيط السياحة الدينية لما لها من أثر إيجابي وداعم للعلاقات الثنائية والاستقرار في المنطقة في موضوع أنا بيهمني كثيري اللي هي موضوع السياحة الدينية نحن نشتلق لما نعيش هون بالأردن بالأخاص أنه عايشين على الأراضي المؤدسة فبالزمان ما كان في حدود بين بعضنا شعب كان واحد كان بيقدر يتنقل من البحر الأبيض المطلسة إلى البحر الأحمر بدون أي صعوبة وعلى القدس وإلى آخرية فهيدي مشكلة عم نعاني مننا اليوم في انقسامات سياسية وإلى قيمتها أكيد ولكن بين البلدان لبنان والأردن لازم يكون فيه عن جديد هالتبادل بالتجربة بالسياحة الدينية يلي هي مهمة كحج بين البلدان أو إسلامي أو مسيحي لأنه فيه تراث كبير وفيه مرجعية كتير كبيرة لهالأديين بهالبلدان بلدان